شفنا نمازج لناس اتربط على هذه الإرادة وناس متمسكة بحقها في المكسب وبتبذل كل عرقها لغاية آخر لحظة وكل هدفها الأهل ينتصر لأن ده حقه وده وضعه ما بالنا بقى بالناس اللي رضع وهم السنين وهم السنين بقى أصله الأهل بيكسب بالحكام تيجي تقول له يا مولانا امشي معايا واحدة واحدة شوف الموسم كله ما فيش فايدة شوف مين كان رئيس اتحاد الكورة ده أكبر زمالكاوي بيسلم الأهل درع الدوري مرتين ده وزير الشباب والرياضة في كل مرة الراجل زمالكاوي لا هو الأهل إلى أن نلاقي المهندس يحيى لكوم رئيس النادي الإسماعيلي وده بقى وهم السنين أصله الفلوس والأهل بيأخذ فلوس أكتر عشان الجمهور يكون المسألة واضحة بالنسبة له مصادر الفلوس بالنسبة للكورة هم حاجتين حق الرعاية وحق البس حق البس له آلية ولو نظام للتوزيع ما حدش قال إن في قناة متعاقدة مباراة الأهل بالنسبة لها زيها زي أي مباراة أخرى في الدخل الإعلاني أو في العقود الإعلانية خلوا أي قناة مسؤولة تقدر تقول لكم إيه الفروق في الدخل الإعلاني بالنسبة لهم لمباراة للأهل عن بقية المباراة وكابتن متحد شالبي قال في ده كتير قوي وكل الناس بتعترف في ده لكن بتصدر للناس كلام أصله الأهل بيأخذ فلوس أكتر طيب ما هو ده وضعه وده حجمه ودي شعبيته اللي بتجيب ده الجزء الثاني بره بس يتعلق بحق الرعاية لما الآلي حقوق الرعاية بتاعته وحقوق الرعاية في المجمل هي انعكاس مباشر لحجم الشعبية والتأثير في الشارع دي حقوق إعلانية أنا كمعلن لو عندي شركة هتعاقد مع النادي الآلي لأنه فرص تعرض الإعلان بتاعي لأكبر عدد من الشعبية يختلف عن أي نادي آخر الإعلان بيروح للشعبية الأكتر